السلام عليكم ورحمة الله تحية خالصة من أعماق القلب إلى كل متابعي هذه القناة التي أتواصل معكم من خلالها ودائما مع أسرار وأنوار كتاب الله وآيته وأسمائه الحسن المباركة الكنوز الحية التي لا تفنى ولا تبلع على مر العصور والأزمنة من الله باع علينا رحمة منه وحبا لعباده فجعل فيها البسم للجراح والشفاء من كل داء والهداية من الضلال والنور الذي يستع وسط ظلام الدنيا فينير الطريق والمسلك ومع سر من الأسرار العظيمة والجواهر الثمينة التي هي من بين أعظم وأقوى الطرق للوصول إلى الغناء والوفرة والثراء نعم وأقصد ما أقول وفي غاية التأكد مما أقول يعني ترى الخيرات والأرزاق والفيوضات تمطر عليك من مالك الملك وهذا بسر الأسماء العشرة والموصولة بالصلاة النارية وهذه من الأسرار لتحقيق المراد بسرعة يعني أسرات النارية يعني كل من أراد الغنى ويطمح إلى الوفرة والغنى والثراء عليه بها وطبعا هذه المتمنيات كل شخص منا يتمنها لأنها السبيل الوحيد في الحياة يتقرب إلى الله يعني منها أنه يعمل صدقات أعمال خير يكون غنيا ومستعفا عن غيره من الناس وكذلك الله يدعونا لأن نسترزقه وندعوه ونسأله من فضله ومن خيره الأسماء العشرة هي أسماء من أسماء الله الحسنى عشر أسماء لها طاقة رهيبة جدا في جلب الغنى والمال والأرزاق فلما ندعو الله بها كما قال أو كما أمر نكون نستمد من طاقتها ومن فضلها لقوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فلما يأتي الأمر من الله هكذا يعني ليس من قبيل صدفة إنما هي إشارة ودلالة واضحة من الله أنه ينادي عباده حتى يلجأوا إليه ويسترزقوه ويطلبوه فيستجيب ويلبي لهم يعني أن كل اسم من أسماء الله الحسنى له طاقة رهيبة تحفز جهاز المنعة للعمل بكفاءة عالية في عضو معين أو في شيء خارجيا يعني عن الأعضاء معينة مثلا الغني للغنى جلب الغنى مثلا الشافي للشفاء من الأمراض يعني داخليا على سبيل المثال فمجرد تكرار هذا الاسم يؤدي إلى تحسين مسارات الطاقة الحيوية ففي كل اسم من أسماء الله الحسنى كنز كبير جدا علينا أن نستثمره سواء كان في صحتنا أو في محيط حياتنا كيف لا وأن كذلك طاقة هذه الأسماء الحسنى يعني تغير دبدبات المياه تغير جزيئاته فبمجرد قراءة أسماء الله الحسنى على الماء أو اسم من أسماء الله الحسنى على الماء يصبح شكل الماء أو شكل متكون هندسي باللوري بديع الصنع لا يستطيع يعني عباقرة مهندسين أن يصنعوا مثله دراسات أثبتت أن كل اسم يتوافق مع عضو من أعضائنا أو من أعضاء الإنسان فبمجرد وضع اليد على هذا العضو وتكرار أو ترديد الاسم تبدأ الطاقة الحيوية تنبعد لهذا العضو فتكسبه حلة أو طاقة نورانية وبذلك يكون الشفاء متخصصين يعني بين قوسين المسائل أقولها للمعرفة فقط المتخصصين يقومون بعمل هذه الأسماء على الشاكرة السبعة الشاكرة السبعية هي مراكز الطاقة السبعة الموجودة في الجسم محددة من أسفل العمود الفقري إلى أعلى الرأس هي التي تتعب دور حيوي في الحفاظ على جسم متوازن وصحي وتعمل على زيادة مستويات الطاقة الإيجابية في الجسم فمثلا كل يوم كل يوم مثلا يسبحون يسبح الإنسان على سبحة يعني متخصصون في علم طاقة هما التي تبتوها للتراسات هذه وكذلك متخصصون ليسوا بمسلمين يعني أجانب أتبتوا وبعد ذلك يعني منهم من أسلم فمثلا كيف ما قلنا يقولون أنه تسبح أو يسبحون على سبحة طوال اليوم يسبح شخص على سبحة طول اليوم باسم معين مثلا اليوم الأول يسبح الإنسان باسم ودود وتاني يوم باسم السامع وهكذا إلى أن يتم التسعة وتسعون يوما إلا اسم الله اللطيف اسم الله اللطيف يعني وجدوا أنه فقط يردد تلاتة وتلاتون مرة على السبحة لأنه سبحان الله اسم خطير جدا ويُعلى من الطاقة الكونية لدى الإنسان فيجعل الإنسان ينتقل إلى طبقات كونية عالية يعني يشاهد ويسمع أشياء عالية للغاية والجسم الحسي والطبيعي لدينا لا يستطيع استعابها وكنت قد ذكرت من أيام قليلة أو قبل أيام قليلة اسم الله اللطيف ومدى قوته الجبارة في تحقيق العديد من الأمور في حياة الإنسان ومنها الراحة النفسية أبسط شيء الراحة النفسية فبدون ما أطيل عليكم أكثر نعود إلى الأسماء العشرة الموصولة بالصلاة النارية والتي يمكن أن يحقق بها الإنسان معجزة في الغناء والثراء ويرى العجب العجاب ويفتح الله عليه ويجلب له الخير ويسر له المقصود ويرى يعني ما يبهر من جلب الخيرات وجلب الأرزاق والغنى والوفرة إذا التزم بهذه الأوراد يقول خلف كل صلاة فريضة يعني خلفه بعد كل صلاة فريضة 11 مرة الدعاء التالي اللهم يا غني يا مغني يا معطي يا فتاح يا رزاق يا رحمن يا كريم يا وهاب صلي وسلم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك يا الله يعني صلاة النارية وصلاة تفريجة وكذلك تكلمنا عليها في فيديوهين قبل نتمنى يكون واضح يعني نقول الدعاء ثم موصول بالصلاة النارية له طاقة رهيبة جدا جدا 11 مرة بعد كل صلاة فريضة يعني لما يلتزم الإنسان بهذا الورد فيرى أنه لا ينقطع رزقه من الله وينال المراتب العليا والدرجة الرفيعة والدولة الغنية يعني من أراد الغنى عليه بهذا الورد هذا الورد الصغير ثم المتوسط يداد ومع عليه مئة مرة فإن المطلوب يعني مطلوبه كيفما كان وإن رأاه مستحيل يحصل ويدرك يعني مراده أو طلبه وفوق ما أراد بهذا الدعاء أما إذا ذكره بعدد 313 فقد تكشف له الأسرار ويرى كل شيء يريده ويرزقه الله رزقا واسعا يعني هذا العدد هو سر في كما نقول في الكشف أو في البصيرة أما بعدد ألف مرة من دوم عليه سواء مقسما على طول اليوم أو متواصلا وكذلك العدد مئة والعدد 11 لا لازم أنه يقول الإنسان متواصل بعد كل صلاة فارضة أما إذا قلنا كما قلنا ألف مرة أو دوم عليه الشخص فعطاء من الله لا يصفه الواصفون مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني أسماء لها طاقة رهيبة رهيبة جبارة جدا في جلب الغنى وفي جلب الوفرة والثراء والمال فهذه الأسماء العشرة وعلاقتها بالصلاة النريا تعجل وتسرع في الاستجابة بإذن الله بشكل لا يصدق من أول الذكر بها سيجعر الإنسان مدى الطاقة النورانية التي تدخل وتتغلغل في أحشاء جسده يعني أسماء لها قوة ظاهرة وقوة باطنة أسماء الله الحسنى كلها ولكن هذه الأسماء العشرة هي رهيبة في جلب الغنى وسبحان الله طاقتها في جلب الغنى وفي جلب المال وديننا يعني مليء بالدخائر والكنوز الربانية التي تسعدنا وتنير حياتنا دنيا وآخرة علينا بالإززام والأخ بها أعتدر عن الإطالة كانت مننا يقول موضوع نالإعجابكم وتستفيدوا منه شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر